رحم الله شهداء لبنان رحم الله شهداء لبنان وشفى جرحاه حقائق مريرة في لبنان حقائق مريرة كثيرون يتحاشون مهاجمة الجيش اللبناني أو الحديث عن الجيش اللبناني ودور الجيش وما هو متوقع من هذا الجيش وما هي طبيعة هذا الجيش وأي موازنة تصرف على هذا الجيش وأي واقع يعيشه الجنود والضباط في هذا الجيش بعد انهيار الليرات اللبنانية الجيش اللبناني كنت قد وصفته في حلقة سابقة بأنه كمن يبتلع الموس لا يستطيع إخراج الموس لأنه سيجرح حنجرته وفمه ولا يستطيع إدخال الموس لأنه إذا ابتلع هذا الموس سوف يدمر معيدته للأسف الشديد أنا عندي تسجيل عن هوى للأسف الشديد لبنان يتعرض اليوم لكارثة جديدة تشبه بحيثياتها كارثة مرفأ بيروت المأساوية التي مر عام تقريبا عليها اليوم لم يحاسب أحد ولم يتعلم أحد الجيش اللبناني بتصرفه في الأيام الأخيرة كان تصرفا غير قانوني وغير مدروس أن يبحث عن خزانات الوقود المخبأة في محطات الوقود ويفتح هذه الخزانات ويمزعها على الناس طب بأي قانون من حق أي صاحب محطة وقود أن يخزن الكمية التي يريد بحكم أن السوق اللبناني سوق حرة ومن حقها أن يخزن لأن الليرة اللبنانية غير مستقرة إذا اشترى اليوم بسعر فإنه سوف يبيع بسعر الأقل إذا باع بهذا السعر سوف يشتريه بسعر الأكثر هناك دعم المحروقات من الدولة والدولة تتحدث عن رفع الدعم يفضل صاحب الوقود أن يهربه إلى سوريا بأسعار أكثر من الأسعار التي يباع بها في السوق اللبنانية وبالتالي يحرم الناس من المزوط ومن البنزين وصل الحرمان إلى المستشفيات إلى المرافق الإنسانية الحيوية لم يجدوا سيارات لنقل الجرحة الذين سقطوا في اتلال عكار اتلال عكار يعني اتلال عكار يعني مناطق بعيدة في عكار قريبة من الحدود السورية يقال بأن صاحب مخطط الوقود من أتباع ميشيل عون يقال بأن نجله أو بأنه هو شخصيا أطلق النار على الصريج لأنه رأى كيف يقوم الجيش بمصادرة الخزانات وينزعها على الناس أمام عيني اللي قال التحقيق انتظروا التحقيق كما هو التحقيق في مرفأ بيروت لم ينتهي حتى اليوم منذ أكثر من عام انتظروا التحقيق المشكلة في لبنان هي أنه مدمر من الداخل بسبب سيطرة ميليشيا حزب الله على هذا البلد هذه هي المشكلة في لبنان إذا كان الجيش اللبناني يريد أن يكون جيشا وطنيا يدافع عن حقوق الناس فليوقف هذه السيطرة فليوقف هذه السيطرة مليارات الدولارات بانتظار تأهيل الجيش وتعزيز دور الجيش وتسليح الجيش وتدريب الجيش وتكريس سطوة وسيطرة الجيش مليارات الدولارات من المساعدات العربية والدولية بانتظار هذا الجيش عندما يقرر أن يكون جيشا وطنيا لبنانيا يدافع عن لبنان وعن حقوق اللبنانيين حقوق اللبنانيين مهدورة بسيطرة الميليشيات هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه لم يعد حتى الجندي في الجيش اللبناني قادر أن يستفيد من راتبه لأكثر من خمسة أيام في الشهر لا يكفي أصبحت الرواتب بلا قيمة كل الذين يستلمون رواتبهم بالليرة اللبنانية أضحت هذه الرواتب قيمتها 10% من قيمة رواتبهم كما كانت قبل انهيار الليرة اللبنانية ما هو سبب انهيار الليرة اللبنانية؟ إنه الواقع السياسي الاقتصادي في البلد الذي فرضته ميليشيات حزب الله وفرضته إيران هذه هي الحقائق لماذا نختبئ وراء أصابعنا ولا نريد أن نرى الحقيقة كما تفعل قناة الجزيرة في قطر هي رأت كل الثورات العربية إلا أنها لا تريد أن ترى التظاهرات في قطر تتبع سياسة النعامة ونحن عندما نتحدث عن لبنان نتحدث عن واحدة من أفقر المناطق اللبنانية اليوم هي منطقة عكار شمال لبنان هذه المنطقة يعيش فيها المسيحيون والسنة بشكل عام فقراء المسيحيين والسنة هذه المنطقة هي الخزان الذي يزود الجيش اللبناني بالجنود وليس بالضباط بالجنود هذه المنطقة هي خزان جنود الجيش اللبناني عندما يقعوا فيها انفجارا بهذا الحجم خمسمائة بين قتيل وجريح الناس تتفحم الحروق تلتهم جنودهم وإجسادهم ولا يجدون سيارة إسعاف ولا سيارة عادية حتى فيها وقود لنقلهم إلى المستشفيات هذا هو الواقع الآن طيب طالما قلنا بأن شمال لبنان له خصوصية شمال لبنان متحرر نسبيا من سطوة حزب الله لكنه غير متحرر من سطوة جماعة ميشيل عون غير متحرر من فساد الدولة غير متحرر من سطوة النواب والوزراء التابعون للنظام في سوريا الذين يحكمون البلد بالجيش اللبناني بالجيش اللبناني طيب لماذا يعني الجيش لا يتخذ قرارا جريئا على مستوى قائد الجيش ويستلم البلاد ويعلن حكومة عسكرية كما حصل في الكثير من البلدان العربية يعني عندما وقعت مصر في المحظور وقف المجلس العسكري واستلم البلاد وسلمها للسياسيين بعد فترة بانتخابات هذا ما يحصل في البلدان المحترمة التي يوجد فيها جيش حريص على بقاء البلد ودستور البلد وقوانين البلد لكن للأسف كما وجد في الجيش اللبناني 19 عميدا عميلا لإسرائيل اليوم يوجد عشرات العمداء العملاء لإيران هذه هي الحقيقة ولذلك الدعم العربي السعودي تحديدا بأربع مليارات دولار لقوى الأمن ثلاثة منها للجيش اللبناني اضطرت السعودية لسحبها وتجميدها اضطرت لأنها لا يمكن لها أن تدعم جيشا فيه هذا الكم من الضباط والعمداء الموالين لإيران في بلد عربي لا يمكن أن يتم هذا هناك مطالبات كثيرة وجريئة من لبنانيين للجيش اللبناني بأن يستلم مقاليد الأمور ويضع حدا لكل هذا الذي يحصل ويسحب رئيس الجمهورية من أذنه ويخرجه خارج القصر الجمهوري ويعلن عن برنامج لانتخابات برلمانية جديدة يلغي البرلمان ويقف العمل بالدستور إلى أن يتمكن الشعب اللبناني من التقاط أنفاسه على مستوى الكهرباء والماء والتجار كانوا هؤلاء المسؤولين تجارا بشعبهم وبدماء شعبهم وبلقمة عيش شعبهم حب الدواء للمرضى لا يوجد في السجدانيات المستشفيات لا تستطيع أن تستقبل لا المرضى ولا الجرحى لأنها بلا وقود هذا الحال ماذا ينتظر الجيش اللبناني ماذا ينتظر ينتظر أوامر من إيران وهل إيران معنية بالإنقاذ إيران هي التي خربت البلاد والعباد ودمرت العباد هل إيران معنية بالإنقاذ يا جيش لبنان العظيم أنا ربما تحدثت في فيديو السابق هناك حساسية بأنني فلسطيني أتحدث عن لبنان لأنني فلسطيني من لبنان ولكن أنا أتحدث كمحلل سياسي عربي وناقد عربي وناشط عربي عن لبنان كما أتحدث عن أي دولة عربية أنا لم أذهب إلى لبنان منذ سنين طويلة ولن أعود إلى لبنان طالما حزب الله يسيطر على لبنان ويسيطر على الجيش اللبناني ماذا ينتظر الجيش اللبناني؟ الجيش اللبناني استنزف موازنة الدولة اللبنانية الفقيرة عندما كانت الدولة بخير ضباط الجيش وعمداء الجيش وجنود الجيش وموازنات الجيش ورواتب التقاعد للجيش عندما قررت وزارة المالية الحد من رواتب التقاعد في الجيش اللبناني ذهب للجيش اللبناني بذباباته وخاصر وزارة المالية أيام فؤاد السنيورة الكل يعرف هذا ولكن عندما يكون الوطن كله في خطر لا يتحرك الجيش يتحرك من أجل رواتب المتقاعدين ويقطع الطرقات ويحاصل رزارة المالية ولا يتحرك عندما يصل البلد إلى هذه الحالة إلى هذه النكسة إلى هذه المأساة لا يتحرك لحصار مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل لا يتحرك لمحاصرة مجلس النواب لا يتحرك للإمساك بالبلاد وإخراجها من أتون النار إلى مرحلة الأمان أين هو الجيش اللبناني؟ وإذا لم يتحرك الآن فمتى يتحرك؟ الدفاع عن الوطن ضد عدو خارجي لا يقل أهمية عن الدفاع عن الوطن ضد أعداء الداخل هذا ما يحصل في لبنان أين هو الجيش حامي لبنان وحامي الحمى؟ وفيه مظاليم أكثر بكثير من السابق كل جنود مظلومين حتى الضباط الصغار مظلومين بعد أن انهارت الليرة اللبنانية كل هؤلاء أهلهم في بيوتهم بلا طعام، بلا دواء، بلا وقود، بلا تدفئة في الأيام القادمة عندما يأتي فصل الشتاء بلا كرامة، يعيشون مهزومين من الداخل والله لو تأتي بواخر الآن وترسوا على الشواطئ اللبنانية وتدعو اللبنانيين للهجرة لن يبقى لبنان واحد في بلاده لن يبقى لبنان واحد في بلاده هكذا هي الأمور في لبنان هكذا هي الأمور في عكار هكذا هي الأمور في الجنوب بأي حق بأي قانون يمكن للجيش اللبناني أن يداهم مخطات الوقود ودون إذن أصحابها يصادر الوقود ويوزعه بشكل عشوائي على الناس من صاحب هذا القرار؟ من صاحب هذا القرار؟ الوقود يجب أن يصادر لصالح الدولة الدولة هي التي تقوم بتوزيع الوقود أولا على المستشفيات ثانيا على وسائل النقل العام ثالثا لإنتاج الكهرباء بيروت مظلمة كل المدن اللبنانية مظلمة لأول مرة منذ عشرات السنين أنا لا أريد أن أتحدث بالسياسة أنا الآن من حزب الكهرباء أنا من حزب الماء أنا من حزب الدواء لم أعد من حزب سياسي معين البلدان التي يوجد فيها كهرباء وماء ودواء هي بلدان فيها حكام محترمون والبلدان التي لا يوجد فيها كهرباء ودواء وماء بلدان يحكمها شبيحة وزعران وحرمية هذه هي الحقيقة لم يعد هناك من داعي للتفكير بالسياسة والاستراتيجيات والمنطلقات القومية والفكرية والأممية وكل هذا الكلام المقياس واضح أمام كل الناس إلا العميان عميان القلوب البلد الذي يتمتع بأبسط مقومات الحياة مختلف عن البلد الذي لا يتمتع بأبسط مقومات الحياة الكهرباء والإنترنت والمياه والدواء حبت الدواء من أبسط حقوق الإنسان في أي بلد في هذا العالم للأسف الشديد حتى عندما قرر العراق أن يمد لبنان بالوقود شرطت الحكومة الحالية والمسؤولون الحاليون شرطوا على العراق بأن يتعامل مع شركات خمس حصريا واختلفوا مع الحكومة العراقية على ذلك لأن هذه الشركات تابعة لهم تابعة للمسؤولين اللبنانيين هذا أصبح معروف في كل لبنان ولكن ما هو دور الجيش؟ أعود وأقول في مثل هذه الظروف من الطبيعي جدا أن يتحرك الجيش اللبناني للإمساك بمقاريد الأمور مطار بيروت بلا كهرباء ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ البطرق لا يريد لرئيس الجمهورية أن يسقط في الشارع ماذا يريد البطرق؟ وماذا تريد دار الإفتاء؟ لا تريد أن يسقط رئيس الحكومة في الشارع فليسقطوا جميعا في الشارع لبنان بلد عربي وكلنا حريصون على أن يبقى هذا البلد شامخا على أن يبقى هذا البلد عزيزا كريما على أن يبقى الإنسان في هذا البلد محترما ومحافظا على إنسانيته من حق العربي من حق الإنسان أن يتدخل الآن في لبنان أن يقول كلمة الحق التي تنصف الشعب اللبناني وتنقذ الشعب اللبناني من الموت بالانفجارات أو بالحرائق من حقنا جميعا أن نقول كلمة الحق هذا من واجبنا هذا مفروض علينا إذا كان لدينا منابر كل من له منبر يجب أن يتحدث عن لبنان ومأساة لبنان لأنها تشكل صورة مصغرة عن مأساتنا في خمس دول عربية خمس دول عربية من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن أقول لكم في ست دول عربية وإسلامية وصولا إلى إيران المحكومة اليوم بالميليشيات والتي يفتقر فيها المواطنون للكرامة كما حكموا إيران بالميليشيات يريدون أن يحكموا باقي الدول العربية كما خربوا إيران بالميليشيات يريدون تخريب باقي الدول العربية توقف نشاطهم عند خمس دول عربية انكشفوا الآن الشعوب العربية تثور عليهم الغرب يتفرج لأن الغرب هو صاحب مشروع التخريب من تحت الطاولة هو الداعم لمشروع إيران والإخوان المسلمين من تحت الطاولة بتخريب هذه الحواضر العربية لبنان تخيلوا أن يصبح لبنان بلا كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا كرامة أن تحترق الناس بالمئات في ليلة ظلماء في لبنان ولا يوجد من يحاسب أن تنفجر بيروت ولا يوجد من يحاسب عام كامل أيها الفاسدون أين هي نتائج التحقيق أكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر